مختبر الإشعاعية طالبة قسم الكيمياء المرحة الثالثة المحاضرة الأولى البداية مقدمة عن بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة جداً في مختبر الكيمياء الإشعاعية ولمادة الكيمياء الإشعاعية بشكل عام نيوكلير أو راديو كيميستري is the study of the structure of atomic nuclear and the changes they undergo يعني دراسة تركيب الذرة والنوية والتغيرات التي تحصل عليها الذرة تتكون من النواة المتكونة من النيوترونات والبروتونات النيوترونات عديمة الشحنة أو شحنتها صفر البروتونات مجبة الشحنة وتكون النواة محاطة بغيمة أو إلكترونات تتحرك في مدارات حولها والإلكترونات تكون سالبة الشحنة العناصر المشعة تكون غير نواتها غير مستقرة بسبب طاقة زائدة وتميل هذه النواة النويات إلى أنه ترجع إلى ground state أو الحالة المستقرة حتى تكون أكثر استقراراً ويتم ذلك بأنه تبعث إشعاع مؤين العناصر المشعة موضحة على الجدول الدوري في هذا الشكل والتي تكون مضاءة باللون الأخضر مقارنة ما بين التفاعلات الكيميائية والتفاعلات النموية التفاعلات الكيميائية تحصل عندما يتم كسر أواصر داخل الجزيئات أو فيما بينها بينما التفاعلات النموية تحصل عندما تبعث النوية جزيمات أو أشعة في التفاعلات الكيميائية الذرات تبقى غير لا يتم المساس بها ولا يحصل فيها أي تغيير تبقى ثابتة على وضعها ولا يحصل بها إعادة ترتيب أحياناً تحصل بها إعادة ترتيب أحياناً مدائماً ولكن لا يحصل تغيير بينما الذرات في التفاعلات النموية تتحول أحياناً من عنصر يعني تتحول الذرة من ذرة عنصر إلى عنصر آخر يتغير العنصر تماماً في التفاعلات الكيميائية كيفية حصولها هي نتيجة لتآصرات أو انتقال تغير بأعداد إلكترونات التكافر أي التغيير الوحيد الذي يحصل في الذرة بالتفاعلات الكيميائية هو في إلكترونات التكافر والتغير في أعدادها أو يحصل بيناتها تآصر مع إلكترونات تكافر أخرى لذرات أخرى أما في التفاعلات النموية البروتونات والنيوترونات بالإضافة للإلكترونات قد تدخل في التفاعل وتخضع لتغيير أخيراً التفاعل الكيميائي سرعته وحدوثه يخضع أو يتأثر بعوامل كالحرارة والتركيز وحجم الدقائق والذرات للمواد الداخلة بالتفاعل أما التفاعلات النموية الحرارة والتركيز وحجم الدقائق وعوامل أخرى لا تؤثر على هذه التفاعلات الانحلال الكيميائي أو النووي عفواً أو الإشعاع والإشعاع الراديو أوكتيفتي أو النشاط الإشعاعي هي العملية التي تكون فيها النوات غير مستقرة الذرة تفقد طاقة وتبعثها على شكل طاقة مؤينة بشكل عام مصادر الإشعاع أو النشاط الإشعاعي هناك مصادر طبيعية ومصادر صناعية المصادر الطبيعية هي نتيجة تفتت تلقائي لنواة العنصر المشع فينتج خروج بعض الإشعاعات أما المصادر الصناعية نتيجة تفاعلات نموية يمكن إجراءها صناعيا وتؤدي إلى بعث وأطلاق طاقة كبيرة جدا هذه التفاعلات والطاقة الناتجة عنها يمكن التحكم فيها من خلال إجراءها داخل مفاعلات نووية مسيطرة عليها أحيانا ولكن بعض هذه التفاعلات صعب أو منستحيل التحكم بها كما هو الحال عند حدوث التفاعلات الناتجة من انفجار قنابل ذرية تكون تفاعلات غير مسيطرة عليها وذات آثار مدمرة أما مصادر الإشعاع النووي فكما ذكرنا هي طبيعية أو صناعية الطبيعية تتمثل بإشعاع الشمسي الكوني والأرضي أما الصناعية فتكون نتيجة لقصف أو قث الزرات بجسيمات تحت ذرية أو ما يسمى بالسبات آتوميك بارتكلز الإشعاع رادياشن وهو طاقة على شكل جسيمات سريعة الحركة أو يكون على شكل موجات كهرومغناطيسية الإشعاع النووي عبارة عن إشعاعات صادرة عن نوات الذرة المصدر المشع هو المادة التي تبعث إشعاع هذه الثلاث مفاهيم يجب التركيز عليها والتفريق فيما بينها الإشعاع الإشعاع النووي الإشعاع بصورة عامة بعدين الإشعاع النووي شنو معنى؟ وأخيرا المصدر المشع بشكل عام أكو ثلاثة أنواع من الإشعاع أو دقائق أو مسببات للإشعاع هي جسيمات ألفة جسيمات بيتا وإشعاعات قاما جسيمات ألفة يرمز لها بحرف اللاتيني ألفة أو أيضا هي تكون مساوية أو نفسها ذرات الهليوم الفاقد لإلكترونيا الهليوم بلاس 2 هي سيل من دقائق موجبة الشحنة تحتها على بروتونين باللون الأحمر والنيوترونين اللي هي باللون الأصفر وإلكترونين أيضا لذلك هي عبارة عن نواة ذرة الهليوم فاقدة الإلكتروني جسيمات ألفة منخفضت الخضورة بشكل كبير لذلك تستطيع ويمكن حجب إشعاع الناتج من جسيمات ألفة أو هي جسيمات ألفة يمكن حجبها باستخدام ورقة أو راق أو جلد الإنسان قادر على إيقافه مثال على إشعاع ألفة أو انبعاث دقائق ألفة هو تفاعل الانحلال لذرة اليورينيوم 238 اللي رح تتحول إلى ثوريوم 234 وكناتج آخر لهذا الانحلال رح ينتج دقائق ألفة الدقائق بيتا اللي هي بيتا بورتيكولز اللي هي سيل من الدقائق مشحونة بشحنة سالبة ولها صفات الإلكترونات قدرتها على اختراق أعلى من دقائق ألفة أما غامري أشعة غاما اللي هي أكثر أنواع الإشعاع خطورة والحماية منها أصعب بكثير من دقائق بيتا وألفة حيث أن شعة غاما لا يمكن الحماية منها إلا باستخدام ألواح ذات سمك معين من الرصاص لأن قدرتها على الاختراق عالية جدا بسبب سرعتها الهائلة أما مثلا ذكرنا الألفة بورتيكولز لا يمكن أصلا أن تخترق الجلد البيتا بورتيكولز ممكن الحماية منها بألواح ذات سمك معين من الألمنيوم مقارنة ما بين شعة ألفة شعة غاما عفوا وجسيمات ألفة وبيتا من حيث الطبيعة ألفة وبيتا جسيمية أما غاما تكون موجية من حيث الكتلة ألفة تعادل نوات ذرة الهيليوم بيتا كتلتها مساوي لكتلة الإلكترون وهي صغيرة جدا شعة غاما ليس لها كتلة الشحنة لألفة موجبة لبيتا سالبة وغاما ليس لها شحنة قدرة على الاختراق ذكرناها سابقا النوات النوات تتكون من يوترونات وبروتونات بعض المفاهيم تتعلق بكتلة الذرية والعدد الذري الكتلة أو الوزن الذري هو يساوي الماس نمبر أو العدد الكتلي ويرمز له بالرمز A العدد الذري يرمز له بالرمز Z فالكتلة الذرية أو الوزن الذري يكون مساوي للعدد الذري زائدا عدد النيوترونات أي مجموعهما النظار أو الاجلتوبس وهي ذرات لنفس العنصر تحتوي على عدد روتونات مساوي أو متشاوي لكن تختلف في عدد النيوترونات إذن عدد الذري يكون متشاوي ولكن الاختلاف يكون في الأعداد الكتلية أي عدد النيوترونات هاي أمثلة على النظائر وأحد الأمثلة السهلة والمهمة هو نظائر الهايدروجين اللي هو هيدروجين 1 H1 الديتيريوم اللي هو الديتو والتريتيوم اللي هو T3 نظائر الهايدروجين هذا التوضيح لنظائر عدد غايقر هو أكثر جهاز شائع استخدامه في مختبراتنا نستعمل عدد غايقر بسبب رخصا نسبي وتوفرة وأيضا وجود العديد من الدراسات والمراجع اللي يمكن الرجوع إليها ومعرفة طريقة عمله وفهم الأساس اللي يعمل بها عدد غايقر يتكون من أنبوبة غايقر اللي هي غايقر ميلر تيوب محتوياتها موضحة بهذا الشكل التيوب هي اللي باللون الأزرق الجدار يمثل قطب الكاثود الأنود هو عبارة عن سلك موصل يكون بداخل الأنبوبة يكون محاط بغازات غاز آيوني اللي هو الأرغون ويمثل 80% وكوينشينغ غاز اللي هو الميثين ويمثل 20% من محتوى الغازي بهذا الطرف توجد الامبوت ويندو اللي هي المايك الكافر غشاء رقيق يسمح بمرور الإشعاعات ويتم قياسها بواسطة العداد أيضاً هذه الأنبوبة تكون مربوطة بكاونتر وفولتيج سورس وريزيستر كاونتر أحياناً بعض الأجهزة من النسخ القديمة لا تحتوي على الكاونتر عفواً الكاونتر موجود بعض الأجهزة الحديثة تحتوي على تايمر بالإضافة للكاونتر والفولتيج سورس كاونتر موجود من أقدم الأجهزة هو موجود والحساب الإشعاع لكن التايمر بالأجهزة القديمة غير موجود أكو بعض الأجهزة الحديثة التايمر صار بيها وحدات النشاط الإشعاعي البكريل أو تكون مساوية للDPS اللي هي الديكاي بر سيكند كوري اللي هي تساوي 37 مليار دي بي اس والسي بي ام أو السي بي اس اللي هي الكاونت بر منت أو الكاونت بر سيكند الكاونت بر سيكند تكون مشاوية للديكاي بر سيكند أو ما يسامى بالدي بي اس ترجمة نانسي قنقر